هيا الانفلاشيون ابدأ هاد المفهوم ديال الشتاق فلاسيون مشاكل الانفلاشيون انناه سنشرح ليكم هاد المسألة ديال البترول دراسنا في مون بوليه كان عدنا الاستاذ ديال جاك بيرسوبوا من بين الاساتي دال اللي تخصصين في المجال ديال البترول وكان هو اللي كان كلفوا فرانسوا هورونت باش دار رابور على الانيرجي في فرنسة المستقبلية بالنسبة لجاك بيرسوبوا لماذا ينتج عليه التدخم؟ يستفيد من جوجة العواميل ما في البلعان؟ نتحدث بأنه يمكن أن تكون لديه لا يوجد شيئًا صعب أن تكون لديه من المواد المستقبلية سيكون لديه مد أخرى سيري سيكون لديه مد أخرى إذا كانت أخرى تكون لديه مواد أخرى يمكن أن تكون لديه مد أخرى يبقى عدو الطلاب انه كومود وخاه هو بوليون مكيش البديل ما العامل تاني اللي تستفيد منه وهو كتسم أنه جميع لا 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 المقاولات ولا 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 المواطنين تستهلكوا كوم كاربيرو انه كتستعملية لعندك سيارة ولا عندك و المقاولات تستعملوه كعامل كمادة أولية ماتير برمير دونك كتستعملي كاربيرو ولا كمادة أولية ماتير برمير كتستعمليه في الإنتاج كيستعملو كالصناعة في الطرقان الزفت كنستعملو في التدفئة انه كتسمى اليزيزاج كابتيف الكارت انه كنتستعمل بارتو انه من اللي كيطلع التامن ديالو من اللي تيطلع التامن ديالو انه المقاولات اللي تيستعملوه هو حالة داخل في الكلفة الانتاجية كود بروديكسون شراوه غالي التي يستعملوها في النقل شفنا مهان التاكسيات كيفاش بل إضرابات الكينين المهانيين انه من اللي تتبشد واحد خدار غادي بشي يجيب لك الخضراء من مكناس يجيب لك البصلة ولا معتيش يجيب لك واش هو غادي يعطي من بن سليمان مكناس غادي يعطي واحد غادي في العود كان يعطي خمسمية درهم غاي ولي يعطي ألف درهم ما غاديش يزيد لك في الثامن غادي بزيب زيب زيب لك في الثامن انه وليزون المقاولات سحب النقل هاده اللي تركوك في الطاكسي غايش لي واش القاز والميل ولي بطنعشر درهم كان بثمانية درهم واش وغادي بقا غادي بقا غادي بقا نفس الثامن باش غادي تتركب انه المقاولات والميهنيين غادي هادك الثامن غادي أديه اللي غادي شري الخدمة غادي شري المادة دولة السلعة هادي الانفلاسون كتولي جميع القطاعات أتمينة ديالي غا ترتافع هي هادي لا هي 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 الارتفاع لاهوس ديال لنيفو جنرال ديبري انه 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 مستوى ديال الاتمينة غادي يرتافع في جميع في جميع بمنيسبة جميع المواد والخدمات اه كنه 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 العوامي اللي كتأثر را 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 ما حدناش عقسيصات السوق القانون عرض والطالاب كنه اكين هي 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 هو التدخم كيتشرح اما بالطالب ولا بليكو ولا بالكلفة وكيمكن تشرح تابلا ماس مونيطير كتلة النقدية التي تقدير الكتلة النقدية تتقدر تخلق نقود بدون الرجوع إلى واحد المنطق كيفاش هي كيفاش تتخلق نقود كيمكن لقلقة واحد الكتلة نقدية ولا تكتيرها أنه يمكن تتعطي التدخم الأتمينة تتطلع وكيم مسألة الأخرى وكيمكنها كلفة خراعل كيمكنها كلفة السياسية كلفة السياسية нопلية القلفة السياسية هذه مهمة بزاف أن التامع اللي تتأدي في هي واحد كلفة فيها ظرائب ب ataque الباترول إنه تعطي مرة أخبر تتصابات الضمواطن ضموطيني للإستخلاء يالك تهام المواد الكحولية وهذا بعد ذلك المادة تزيد فيها الضرائب وخاصة الضرائب الغير مباشرة تيفية الضريبة على القيمة المضافة اللي هي غير عادلة ركين دراسات للدارس بحال ديال بعض المنظمات وبعض تقارير دولية وطنية بحال ديال تقارير ديال أوكسفام منظمة غير حكومية لأن الضريبة على القيمة المضافة لا تتعطي لديك 30% وهو ضريبة غير عادلة لأن كل شيء يخلصها بدون الرجوع إلى واشتفقروا لكين درائب والمغرب أن الموارد الموارد الضريبية الموارد العمومية وخاصة الموارد الضريبية أنها تجي خاصة من الضرائب الغير مباشرة الضرائب الغير مباشرة والضرائب والبريليف موسيولي سالير الضرائب الاختطاعات على الأجور لأن كمشوا الأمور السهلة وكنشوفوا أن الدولة عاجزة باش تدير حكومات متعاقبة واحد ضريبة ضريبة على ترواق لأن بوسيولا فورتون أنا شفنا تال حكومة ديال بن كيران اللي قلنا أن الناس كانوا جات من بعد الربيع العربي في هذا الإطار للناس كانت طالب العدلة الاجتماعية كيفاش تقدر عدلة الاجتماعية؟ بيدون إطار نظام ضريبي خير عاديل أن الناس اللي كي خلقوا التروا قيتهربوا عندهم نوفود سياسي وأن الترونش الأخرى ديال لامبو ضريبة على الدخل أنه ما كانش داك لامبو بروجريسيف اللي تيتبع أنه كتبسل واحد بلافون ولوطو النسبة تتحبس ما كتبقاش غادة مع خلق الترواق لملياردير لملياردير كيبقوا كيخلصوا واحد النسبة اللي هي تابع لواحد لا درنيا الترونش ما كتبقاش أن النظام الضريبي المغربي غير عادل تيبشيل الدرائب الغير مباشرة وهنا في الأسعار هادي تهي عامل ديال الأسعار ارتفاع الأسعار كين المشكل صندوق المقاسة ما بقاش تيدي الخدمة ديالو أنه يعتبر 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 أنه كين من 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 ثلاثة وتمانين أرى من ثمانين لأنه خن وخن وخا صندوق برنامج تقويم الهيكالي البرنامج تقويم الهيكالي بداف ثلاثة وتمانين رأى هادي أوفيسيال مو رسميا هو رأى بدف آلف وتسعمية وتمانين إضرابات ديال الضرب إضراء على المواد الغذائية ديال الثمانين اللي كانوا فيها الشهداء وكانوا فيها أنه كين إملاءات وتوصيات ديال مؤسسات المالية الدولية اللي هي كتمنح القروض وأنه من اللي كتولي أنه ما عندكش عدك مشاكيل بشتدال تمويل وكتلجأ لهذه المؤسسات المالية الدولية الليبرالية أنه كتولي كتتحكم فيك وأن التوصية ديالها خسك تطبقهم مش تبقى تأخذ تبقى ذك التلميذ الناجيب وتبقى تأخذ القروض وأنه كيندخد وأنه كنعتبروا أن صندوق المقاسة أنه الدولة بغت تخلى عليه لأنه بحل يعتبر عاملاً في عجز الميزانية وخاصة من اللي كيولي البترول تيوصل لواحد أنه عدك مشكيل دو فوليم ودو فالور تيوصل لواحد النسبة تتولي خسك الحبوب لأنه بحل صندوق المقاسة شنا وعنه احنا درنا دراسات درنا في هاد الأمور دل الفلاحة ودل القزيسات سكورف دراسات و بوحوت وأنه هو صندوق المقاسة بحل فيلتر 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 ما بين تجارة الدولية والتجارة الداخلية الدولة هي كينة في هاد الفيلتر من اللي كيولي التامان هنا حالاً كاتشرين قولوا واحد كيرو دي سكر من كوبا بكاتشرين بجوج دولار جوج دولار في العود المواطن المغريبي يشريه بجوج دولار اشكدير الدولة عن طريق صندوق المقاسة هي كتعطي عليك دك أن دولار هو رات تربجوج و تلت تريب أن دولار رمشي كوبا اللي بعته بأن دولار الدولة اللي اعطات عليك دك أن دولار سوف يدير الدولة قادرة في هذه الدرافية أن الأتمينة في السوق العالمي تطلع أن الحاجيات لا تكتر عشرين مليون دي الشحال هذا من شي يدي أربعين مليون دي المغرب سوف يدير أن الحاجيات النسبة الأتمينة في السوق العالمي أن الدولة بغاة أشنو أشنو الستراتيجية دي الدولة في هذه الإطار أنه تخلى على صندوق المقاسة هو أشنو الهدف دي صندوق المقاسة دير باش كيحميل باش كيحميل فئات المعويزة لبوفارداشة لقدرة الشرائية ولكن العيب ديالورا كان بعض الأساتيدة اللي وخا يساريين ومعاهم المواطنين ومعا الفئات المعويزة تا هما باغن هاد بحال كان الهدف اللي باغن هاد باغن باغن هاد هاد أنه صندوق المقاسة أنه ما يبقاش ما يبقاش أنه ما يبقاش يدعم لأنه العيب ديال واشنو هو أن تلفئات الميسورة تتستفد منه إلا بش واحد الملياردير واحد من الفئات الميسورة بش عد البقان واش غاد يقول لي يعطيني لكارت ديال كله ترك ملياردير غايش شريتا هو السكر غايبش المرجان غايخرج واش غايقول لي يعطيني لكارت ديال كله ما تشريش للتوازير تتقاد واحد الأجر واحد لا سبب ديال أنا لقينا هاد العيب أنه هو الدار لفئة ولكن تستفد منه تلفئة الميسورة أشنو البرنامج والا الاستراتيجية وهي أنه نحيد صندوق المقاسة ودوق الفئات الفقيرة ندلها واحد دخل شهري هذا هو السيبلاش وهو صعيب لأنه مليك تحيد صندوق المقاسة صندوق المقاسة غات تولي تشري البوطة ديال غاز بوطان ديال هدي الصغيرة تولي تشري بربعين درهم لا ما تقدرش علاش لأنه المشكل مشي في الأتمان المشكل في القدرة الشرائية والقدرة الشرائية في جوج ديال جوج دخل لأنه مليك تولي الأتمان كتطلع واحد فقير عنده خمسمية درهم في الشر كل ما عنده خمسمية درهم في الجبال المغرب كان فئات التي تعيش مع دوشعة عنده مئتين درهم في خصوتي يبيع شي بهمة دياله ولا يقدر يبش للسوق يتقدر عدو يجيب كيلو و سكيلو ديال الحم في السيمانة هذا يشري يطرد الزيت يشري بربعم 500 ريال وهو عنده في الأسبوع عنده مئت درهم المشكل كان مشكل كان مشيعة في الأتمان المشكل كان في الدخل وفي توزيع الترواء وأنه كان فوارق اجتماعية كبيرة وأن هذا خطير أن الأتمان تبقى غادة بهد 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 المسلسل أنه تبقى غادة استهد الارتفاع يتراجع هذا الزيت و الغازوال 12 درهم مشكلة للأتمان هو جدا معقد فعلا لا يمكن أن تبشر العامل أساسي إلا أنه أن الضرفية العالمية بالنسبة للبيترول البيترول كي أثر بينا العوامل على ماده تتأثر في الأتمان لأنه عامل في الكلفة 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 الانتاجية وأنه كي تستعمل من طرف الجميع للمواطنين فيما يخص السيارات ديالهم للمقاولات للمهنيين وكان هذه المسألات ديال عدم المغرب لعاجز أنه يحقق الاكتفاء الداتي في مواد أساسية هذه تهي وكي يرهن كي يرهن كي يرهن كي يرهن الاقتصاد دياله ويرهن الحاجيات دياله بتقلبات تقلبات الضرفية العالمية الكنجونكتور الانترنسونال أنه تقول معدك الاشتفاداتي وتسنى تسنى السوك يرهن بشي دوك هنا تقول مرتبط بالتقلبات الاتمناء على المستوى العالمي المشكل 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 ديال المغرب أنه أن المغرب بلد عنده معطيات عنده معطيات عنده ترواء عنده مؤهلات طبيعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر